القاهرة تقود العالم نحو السلام وإيقاف المذابح المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني عنوان يمكن بيعكس واقع أكدته القيادة المصرية السياسية عبر موقفها من القضية الفلسطينية والحرب الوحشية لشنتها قوات الاحتلال على المدنيين والأبرياء في قطاع غزة سيد رئيس عبدالفتاح السيتي والحياة من الساعات الأولى لم تتوقف تحركاته الدولية لإيقاف هذا النزيف الدم في الأراضي الفلسطينية اتصالات والإقاءات مع كبار المسؤولين والزعماء وآخرهم رئيس الوزراء البريطاني النهاردة ريشي سوناك في القاهرة وأيضا دعوته لعقد القمة غدا قمة السلام الدولية في القاهرة وتحديدا بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة 31 دولة و3 منظمات دولية كبرى وبحضور زعماء وقادة دول يعني عدد من الدول منهم قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية والعراق وإيطاليا وقبرص إضافة للأمين العام للأمم المتحدة أنتوريو جوتيرش الحال أنه أنظر العالم بتتوجه لقمة السلام غدا بالقاهرة أملين جميعا أن تصفر هذه القمة عن مخرجات تساهم في وقف التصعيد الجاري في غزة هنتكلم مع حضرتكم بشيء من التفصيل عن الدور المصري لدعم القضية الفلسطينية وأهداف قمة السلام المنتظرة غدا وأهم رسائل التي توجهها القادة المصرية إلى العالم من خلال هذه القمة وشرفنا النهاردة بوجود السفير الدكتور يوسف أحمد الشرقاوي مساعد وزير الخارجية الأسبق مساء الخير على حضرتك دكتور سعد سفير يعني ضرورة أن يتحدث أهم قادة دول العالم والعودة لطولة الحوار لوقف التصعيد في غزة من القاهرة يعني أنا بسم الله الرحمن الرحيم أولاً شكراً على هذه الدواءة الكريمة وأعتقد أنه عقد المؤتمر مصر للسلام غداً وهو مؤتمر دولي وإقليمي أيضاً يعتبر نجاح للدبلوماسية المصرية خاصة المبادرة التي طرحها سيد الرئيس أفتاح السيسي لحقد هذا الاجتماع واستجابة العديد من رؤساء الدول سواء من دول الجوار أو الدول أو الإقليم أو أيضاً عن مستوى الدولي إلى جانب من المنظمات الدولية وخاصة الأمين العام للأم المتحدة المجتمع والاجتماع الحقيقة في منتهى الأهمية لماذا؟ لأن الحقيقة يعقد في ظل أجواء صعبة جداً خاصة فشل مجلس الأمن الدولي الجهة المنوط باع حفظ السلم والأمن الدوليين صحيح فشل إلى الآن أكثر من مرة في اتخاذ قرار بسبب لي الحق النقد الفيتو للأسف في بعض النواحي الإجرائية حتى ما خدش تسع أصوات في مرحلة ما وفي مراحل أخرى اعتراضي لولايات المتحدة الأمريكية وأيضاً بريطانيا على ذلك وممكن دول أخرى أيضاً ده إلى جانب التصعيد أو الاعتداءات الإسرائيلية العسكرية المتزايدة على الشعب الفلسطيني كل أبناء الشعب الفلسطيني في غزة وأيضاً الأزمة الإنسانية الكارثية التي نشعر بها جميعاً والعديد من الشهداء من أبنائنا الفلسطينيين هناك في غزة لجانب ما نلاحظه في هذا الشأن في رأيي الشخصي أيضاً بنجد تنصيق غير مسبوك ودعم غير مسبوك من جانب العديد من الدول الغربية لإسرائيل في هذا الشأن يعني عاوز أقول أكتر حتى من 1948 يعني أول من دلعت الأزمة في 7 أكتوبر ونجاح بعض الفصائل الفلسطينية في بداية الأزمة وجدنا على طول فيه اجتماع على مستوى أو بيان صدر خماسي من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وأيضاً ألمانيا كان بيان شديد وقوي بيعكس هذا الدعم المطلق لإسرائيل إلى جانب شوفنا بقى اجتماعات حلف الأطلنطي والأكثر من هذا لو مساكنا بقى كل دولة على حدة نجد مثلاً ما قامت بالولايات المتحدة الأمريكية من مؤشرات بسيطة يعني من إرسال الحاملتين الطائرات ومئتين جندي من المارينز وأيضاً المساهمة طبعاً فيه معلومات استخباراتية معلومات أمنية ومشاكلة ذلك وزيارة الرئيس بايدن إلى إسرائيل وزيارة بلينكين وزير الخارجية إلى إسرائيل والموافقة أيضاً على منح إسرائيل 14 مليار درار مساعدات كل هذا يتم وإلى جانب بريطانيا اتخذت خطوات أيضاً في إطار هذا الدعم حضرتك بحديث عن بريطانيا وأمريكا وفرنسا يعني التعامل الأمريكي والبريطاني مع القضية الفعسطينية ويمكن كان اليوم لقاء مع سيد رئيس عبدالفتاح السيسي رئيس وزراء بريطانيا اليوم ريش السناك بالقاهرة ووزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين وكانت رسالة سيد رئيس عبدالفتاح السيسي واضحة ومحددة في هذا الشأن كيف يمكن لهذا الرأي الحازم والواضح والمحدد من القضية الفلسطينية والتعامل المصري مع القضية الفلسطينية أن يغير شكل التعامل الأمريكي والبريطاني مع القضية الفلسطينية؟ الحقيقة ما أريد أن أشير إليه في هذا الشهر هو أتكلم عن نحوتين ناحية الموقف المصري الواضح والنحية أيضا اللي إدلانا شخصيا بأدعو الباحثين والدبلوماسيين وغيرهم أن هم يدرسوه لماذا هذا التأييد والدعم المطلق للعالم الغربي في معظمه لإسرائيل على الرغم من أن العاوز أقول أن العرب هم اللي ساعدوا التحالف الغربي هذا اللي كان مستمع بالحلفاء في ذلك الوقت في الحرب العالمية الأولى والتانية في الانتصار على دول المحور يعني العالم العربي هو اللي ساعده وبدأنا بعد ذلك فيه بقى حاجات مشاركوش فيها تاريخيا الخلاصة كان هناك دعم عربي قوي وعلاقات قوية حتى فيه من نتيجة الحرب العالمية التانية لكن لو نظرنا إلى الوقت الحالي هنجد أن هناك علاقات استراتيجية قوية ما بين الدول العربية معظم الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من ناحية وفرنسا من ناحية أخرى يعني علاقات الدول العربية في الخليج مثلا والإعلاقة البترول والسندوق السياد الأمريكي معظمه طبعا الصين رقم واحد رقم اثنين الدول العربية طيب من ناحية فيه علاقات استراتيجية قوية وفي نفس الوقت تجاي في الأمن القوم العربي مطلق دعم مطلق لإسرائيل ماذا يعني هذا؟ معنى ذلك تباين في المواقف واضح تباين وامتهان للكرامة العربية ومن ثم ما احنا بنقول يعني إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها هوانا عليها كانت على الناس وهوانوا فأنا شخصيا أرى أنه من هذه اللحظات أهمية التحرك العربي النشط لدى الإردارة الأمريكية وأيضا الدول الأخرى خاصة فرنسا وبريطانيا لمحاولة تغيير هذا الستيريو طايب هذا يعني نظمة التفكير السلبي القوي تجاه العالم العربي لأن ده من مدينة كان هناك تظاهرات اليوم في فرنسا يعني مؤيدة للقضية الفلسطينية كان هناك لكن برضو في الأول في الأول قال لك ما فيش مظاهرات ده ما فيش حاجة رأينا قمع قمع سليد المتظاهرين لدعم القضية الفلسطينية ومحد شير فعالم في دول الأوروبية تتشدق دائما بالحق بالتظاهر فين الحق بقى حق الإنسان لا الأكتر من كده هذا منعوا سمحوا بعض المظاهرات لكن في نأس في الوقت لما واحد زي بنزيمة اللاعب الرياضي المشهور الدولي الجزائري أو محمد صلاح يكدى محمد صلاح عمل تصريح خفيف خالص فيما تصل بالدعم الإنساني ومشاكل ذلك قال لك خلاص ياريت عقوبات سحب الجنسية وأيضا في ناشطة أيضا فلسطينية النهاردة تحت الإقامة الجابريل فين بقى حق الإنسان اللي أنا أعوز أقوله وزيرة خارجية فرنسا توجد غدا متواجدة غدا لتمثل فرنسا في قمة القاهرة وزيرة خارجية فرنسا كيف يمكن أن توجد مسارات في قمة القاهرة غدا مسارات مختلفة لوقف التصعيد في الأراضي بناء على ما ذكرته حضرتك من بعض مؤشرات الدعم المطلق من جانب خاصة أنا بركز على الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن اللي هي بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية طبعا إلى جانب ما حضروش طبعا روسيا والصين لكن على الأقل هذه الدول الثلاثة يكون الحديث معهم بكرة في قمة القاهرة يعني لما يكون فيه تساؤلات لماذا هذا الدعم المطلق في ظل فيه علاقات استراتيجية قوية بين مصر وبين دول مثلا دول الكليج ودول أصدر مغرب العربي علاقات استراتيجية مع هذه الدول اللي هي ذات الدعم المطلق ومن ثم يجب أن نتحدث معهم في رأيي الشخصي بلغة دبلوماسية صريحة من ضرورة تغيير هذا النمط في التفكير وأهمية دعم حقوق الشعب الفلسطيني الفلسطينيون يقومون بذلك في إطار حرب تحرير حرب تحرير أراضيهم من الأراضي من الاحتلال الإسرائيلي لكن هذا الدعم نطلق لإسرائيل لماذا؟ ثم إذا كان إسرائيل بترمي من هذه الحرب في النهاية أن هي تتخلص من الفصائل الفلسطينية طب نسأل نفسنا هل أمريكا استطاعت أن تتخلص من حركة طالبان؟ هل استطاعت أن تتخلص من الناس في فيتنام؟ استحالة لأن قضايا الأرض والدفاع عن الأرض والدفاع عن الوطن والتحرير وضد الاحتلال أنا أعتقد في النهاية الشعب الفلسطيني هو اللي هيكسب لكن الأهم من هذا أيضا أنه لا أود أن أؤكد عليه هو ما أكد عليه السيدة الرئيسة عفتاح السيسي مرات عديدة وهي وخاصة في القمة الأردنية المصرية ومع الرئيب المستشار الألماني هي رفض مبدأ التهجير القصري صحيح ده في مبادئ القانون الدولي هذا المبدأ نان ريفورمو يعني ممنوع أن أنا رحل أي حد قصريا من مكانه طيب إذا كانت دي كمان أرضه هذه الأرض الفلسطينية دي أرضه كيف يجرؤ لدولة أخرى أو لأي شخص آخر أنه هو يطرده من بلده نمرة اثنين رفض ما يسمى عملية الترانسفير هم تحدثوا عن كده مرات كثيرة مرة قبل كده قالوا خلاص دفع الغربية تروح لترانسفير للأردن وغزة تروح للمصر وننتهي ده العملية مش كده خالص لمصر هتقبل إطلاقا ولا الأردن اعتبارات الأمن القوم العربي ترفض ذلك اعتبارات الأمن القوم المصري والأردني ترفض ذلك ومن ثم والفلسطينين أنفسهم الفلسطينين نفسهم قالوا إحنا إحنا مش هنسيب أرضنا إطلاق وقالوا فعلا تصريحات في هذا فهم نسمى يعني أنا بأؤكد على ما ذكر الشهد الرئيس عفتا عسيط في هذا الشأن مرة أخرى وهي رفض الموضوع التطهير العرقي رفض الطرد القصري للفلسطين من أراضيهم طبعا الأهم من هذا أيضا في هذه المناسبة هو التركيز على أهمية المساعدات الإنسانية للشعب في فلسطين بعد هذه المعاناة هذا الوضع الإنساني الأخذ بالتضاهر يعني كل يوم نعم كل يوم بنشوف قد إيه التضاهر المؤلم والقاسي يعني حتى لما جم يتكلموا أن إحنا نفتحها في خلال 48 ساعة زي ما قال الرئيس بايدن في هذا قال لك لا إحنا مش نديهم أكسجين في المساعدات الإنسانية يعني الناس اللي في الرعان مركزة اللي محتاجين أن أكسجين ومش هيأخذوا كمان يعني هل هذا عقل؟ أين بقى احترام حقوق الإنسان؟ وانت الطالب هنا بالوقوف أن الناس تقف مع أوكرانيا وفي نفس الوقت عشان تحرير أرضها لا ما يقفوش مع فلسطين عشان تحرير أرضها يبقى إذن تقفوش معالير إلى متى سوف يظل ذلك؟ ومن ثم في رأيي هذا محتاج وقفة من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الأمم المتحد في رأيي لماذا لا يتم عقد مؤتمر زي اللي تعقد في الخمسينات مؤتمر الاتحاد من أجل السلام في إطار يصدر قرار من جامعية العامة زي قرار الاتحاد من أجل السلام من الصدر في الخمسينات لأن القضية الفلسطينية في خطر الآن خطر التصفية والمنطلق هو مؤتمر القاهرة للعودة لمصار السلام من القاهرة من القاهرة هي البداية لأنه هو مؤتمر السلام وبيعقد في ظروف منطل الصعوبة أعتقد أن مؤتمر القاهرة سوف يمثل خطوة إيجابية على طريق يعني إن شاء الله تقديم مساعدات الإنسانية إجراءات بناء ثقة زي تبادل الأسرة اللي بدأ منها النهاردة أن هم أفرقوا عن محتجزتين أمريكيتين وقبل كده أفرقوا عن حقا لوضع إنسان نعم وقبل كده أفرقوا من ثلاثة أيام الجانب الفلسطيني أفرق أعتقد أنه لازم يبقى فيه يعني برضو مرونة في رأيه لأن في النهاية ما فيش حرب تنتهي للأبد يعني في النهاية لازم يكون فيه سلام ومن هذا المنطلق إحنا بنقول أنا رأيي أنه لازم يكون فيه إجراءات بناء ثقة زي تبادل الأسرة حضرتك الكوريدور بتاع المساعدات الإنسانية وبرضو وقف كل شوية أنه هم الضرب القهلي الضرب للمستشفيات زي موضوع ضرب المستشفى المعدنية هذا غير مقبول على الإطلاق وعمل وعشي وإن ضرب مستشفى القدس القدس يعني منذ ساعات آه الضرب قاله يخلو خمسة ويخلو كمان مستشفى القدس تابعوا الناس اللي هي في المستشفى تروح تنام في الأرض وما فيش كمان ميا ولا كهربة ولا أدوية ولا كذا ولا كذا أين هذا يعني إزاي المواطن الأمريكي أو المواطن الغربي اللي بيتشدك بحق الإنسان يستمع إلى ذلك وينصر هذا النهج الإسرائيلي في ضرب المستشفيات والأهداف المدنية بدون رحمة ولذلك أنا شايف أنه أنه مع التطور التكنولوجي والأي آي الارتفيشل انتليجنس إذا كان الاصطناعي وغير ذلك وتطور وسائل التواصل الاجتماعي أعتقد أن تطور هذه الأدوات في المستوى الإعلامي أعتقد أن الرأي العام الغربي هيبقى الوضور إيجابي فيما يتصل بالضغط على الحكومات الغربية لدعم عملية السلام إن شاء الله على المستوى الفلسطيني وعلى مصاري العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية وقف تصعيد على الأرض الفلسطينية يمكن ده العنوان الأبرز لقمة السلام غدا بالقهرة بحضور 31 دولة وثلاث منظمات دولية أنظار العالم بتتجه لقمة القهرة دولية وهذا يؤكد برضو الدور المحواري لمصر صحيح وإنها قادرة على أن تحقق ذلك يعني نشوف رغم الظروف الدولية والإقليمية بالغة الحساسية مصر استطاعت القيادة السياسية في مصر استطاعت والدبلوماسية المصرية على مستوى السيد الرئيس عفتاح السيسي على مستوى وزارة الخارجيات المصرية والوزير سامح شكري على مستوى سفارتنا في الخارج يعني أنت ما تشوفي وزير الخارجيات بريطاني أو رئيس الوزراء جيه هنا مش جيه كده من الطيارة ونزل ده لازم يبقى فيه إعداد وكذا وكذا صحيح وتنظيم فده دور برضو وده مواجهة دبلوماسية معركة معركة دبلوماسية صحيح هذه معركة دبلوماسية حقيقية مواجهة ما يحدث على الأراضي سواء من جانب مؤسسة الرئاسة صحيح برئاسة السيدة الرئيس عفتاح السيسي وبكل الأفرع الخاصة بالدبلوماسية المصرية صحيح وأيضا الإعلام المصري الحال وحيوية لمتابعة تلك الأحداث وعرض برضو الأطر للتحرك المستقبلي في هذا الإطار صحيح أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سعادة السفير يوسف أحمد الشرقاوي مساعد وزير الخارجي الأوض شكري فندم شكرا جزيلا يا فندم على وجود حضرتك معي شكري فندم كده مشاهدين وصلنا مع حضرتكم لنهاية حلقة التسعة دايما نشوفكم على الفقير في متابعة مستمرة لكل ما يحدث على الأراضي الفلسطينية وربنا نسلم أهلنا في غزة والعالم ينتظر غدا قمة القاهرة لي السلام بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور 31 دولة و3 منظمات دولية تحت مظلة مصرية